السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تلعي سنة أولى ثانوي بالبركة عليكم الشهادة والعقوبة إن شاء الله للبكالوريا في الثانوي يا ربي وفقكم ونجحكم هنا رايحين تشوفوا معايا أهم الوحدات اللي رايحين تقرؤها في كتاب اللغة الإنجليزية وهنا فقط معلومة كتاب اللغة الإنجليزية لسنة أولى ثانوي هو كتاب خاص بجميع الشعب أي شعبة كنت هذا هو الكتاب أنتعك سواء علمي أم أدبي هذا هو الكتاب والمحتوى أنتع الكتاب راح نشوفوهم على مدار العام إذن هنا مديت لكم فقط معلومات حول الوحدات وعناوينها ووش راح يكون فيها ما نطوروش في الفيديو إذن عدنا الوحدة الأولى اللي هي يونيت وان عدنا كوميونيكايتين كوميونيكايتين جاية من كوميونيكايتين معناتها التواصل راح نشوفو في هذا الوحدة أهم مواقع التواصل الاجتماعي راح نشوفو كيفاش تكتبو رسائل بينك وبين صاحبك رسالة عبارة عن رسالة لاعتذار أو رسالة لدعوة لعرس أو دعوة لحفلة إلى غيرها من أنواع الرسائل راح تكون في الكوميونيكايتين اللي هي التواصل ما بين أصدقاء ما بين دول أو ما بين شعب إذن الوحدة الأولى اسمها كوميونيكايتين هم لك الصور اللي راهم بينين خاصين بالاتصالات ما بين الأفراد أهم الوسائل تالاتصال هي الإنترنت المعروفة في العالم عامة أوكي نشوفوا الآن أهم ما تحتويه الوحدة من دروس هنا قبل ما نبدأ ورحين تشوفوا أول صفحة في الكتاب رح يكون فيها هذه الأدوات اللي رأي محطوطة أمامكم يمدوا لكم هنا من رقم 1 حتى العشرة تصنفوهم في الجدول يكتبو لكم أسماوات في التمرين الاسم تحكل قطعة من هذا القطع الخاصة بالحاسوب لكم تشوفوا عدنا الشاشة عدنا الطابعة عدنا الفقرة إلى غيرها من وسائل خاصة بالحاسوب رحين تكتبو الأسماوات انتحهم هنا فقط باش تعرفوا واش معنتها ولا واش على واش رح تدور الوحدة إذن هنا عدنا The Content اللي هو محتوى الوحدة الأولى رحين تشوفوا في الأول Pronunciation رحين تتعلموا النطق اللي كنتوا تقاوه في السنة الرابعة اللي هي Pronunciation رح يكون الفونتكس نعم الفونتكس اللي هي How to pronounce إلى غيرها إذن في البرونونسياشن مش رح نشوفوا رح نشوفوا Phonetic Symbols عدنا Final S and Final Ed النطق نتقنت على Final S وال Ed عدنا Word Stress and Silent Letters هنا الدروس اللي قريتوها في السنة الرابعة رحين تكملوها في السنة الأولى ثانوي ورحين تزيدوا وتتطلعوا في المستوى فقط عدنا Reading Comprehension عدنا نص رحين تقرؤوه اللي هو My Office اللي هو مكتبي تقرؤوا النص وتجاوبوا على التمارين عدنا The Computer Parts أهم ما يحتويه الكمبيوتر من أجزاء وعدنا Computer Vocabulary رحين نتعلموا رحين نتعلموا الكلمات الخاصة بالكمبيوتر والنطق نتاحها وبعد عدنا نص آخر اللي هو Reading Comprehension A Child in Germany الطفل في ألمانيا رحين تشوفوا النص على واش يتحدث عدنا القواعد Adverbs of Frequency عدنا Adverbs of Degree وعدنا القاعدتين هذو رحين نشوفهم معاكم وتكونوا في الفيديوهات نشرحهم لكم بإذن الله بالتفصيل كي نبدأ الدروس عدنا Letter Written How to Write a Letter اللي كنت نقولكم انظرك Letters عدنا Lot of Types of Letters عدنا Letter of Invitation عدنا Invitation عفوا عدنا Letter of Apology إلى غيرها من أنواع الرسائل عدنا Expressing Purpose And Definite And Indefinite Articles هذو القواعد الخاصين بالوحدة الأولى إذن هنا ما نطولش عليكم ما ديت لكم فقط نظرة حول الوحدات وشح يكون فيهم ننتقلوا الآن نشوفوا الوحدة الثانية وموضوعها وعنوان وهنا عدنا الوحدة الثانية اللي هي Unit 2 Telling Stories And Knowing About Inventions رحين نقرأوا قصص ونكتبوا قصص وراحين نشوفوا نتعرفوا أكثر على الاختراعات هنا عدنا صورة لنيوتن اللي هو مكتشف الجاذبية وغيرها من اللي رحين نشوفه هو ونشوفه وش اكتشف وش اخترع وغيره من العلماء وعدنا هنا صورة اللي هي لعنوان ننتح Fireside Story Book قصة اسمها Fireside مأخوذة من كتاب للقصص اذا هنا الوحدة الثانية رحين نشوفه فيها قصص واكتشافات في المجال العلمي والفيزيائي الى غيرها من المجالات نشوفوا الآن الدروس اللي رحين نقرأها فيها اذا هنا عدنا أهم الدروس عدنا Little Red Riding Hood هنا Story اللي هي القصة ذات القبع الحمراء والذئب الى تعرفوها شفناها رسومات تفرجناها Cartoon وقريناها ذات القبع الحمراء ولا القبع الحمراء والذئب ولكن هنا رحين نقرأ على ذات القبع الحمراء اللي هي قصة رحين تقرأها وتحلوا التمارين الخاصة بها عدنا Charles Dickens A Busy Life Charles Dickens هو كاتب انجليزي رحين تقرأ وش كتب الحكاية اللي هي A Busy Life مع أنت حياة مشغولة بيزي مع أنتها مشغولة رحين تشوفوا هذا القصة نتعوه في الكتاب نتعوه معروف هنا بالنسبة رحين يرحوا تخصص بعد البكالوريا لغة انجليزية رحين يقرأوا عليه In the American or the English عفوا English Literature عدنا Describing people's physical appearance vocabulary رحين شوفوا كيفاش نصفوا أشخاص من خلال المظهر انتحهم خارجي Useful vocabulary The Human Body رحين شوفوا الفوكابيولوري اللي نستعملوها من خلال هذا الوصف Clothes and Accessories أيضا الفوكابيولوري رحين شوفوا بعض الملابس وكيفاش ننطقوها وكيفاش نقروها بالإنجليزية وكيفاش نصفوا الشخص من خلال اللبس أنت عدنا Describing people Activity وبدأ عدنا www Two dots Reading Comprehension عدنا Asking for and giving directions رحين تصقصوا تمدوا سؤال وتجاوبوا عليه حول الاتجاهات عدنا Past Continuous Tense Relative Pronouns عدنا هنا القاعدتين Past Continuous Tense اللي جاقرينها في سنة الرابعة رحين نكملوا فيه و Relative Pronouns اللي رحين شوفهم بعض وبعد عدنا Thomas Alva Edison وش اختار رحين تقرأوا عليه تتعرفوا عليه وش دار في المجال انتعوا عدنا Adverbial Close of Result عدنا Future Perfect Tense هذو القاعدتين أيضا رح يكونوا عدنا Past Continuous Tense وعدنا Relative Pronouns Adverbial Close of Result and Future Perfect Tense هما الأربع قاعدت اللي رحين تتعرفوا عليهم في الوحدة الثانية وبطبيعة الحال رح نشرحهم لكم في بداية الدروس ان شاء الله شوفوا الآن الوحدة الثالثة اللي هي Conducting Survey Conducting Survey معنتها إجراء مسح إجراء مسح في عدة مجالات ما انت رحين نطلعوا على عدة مجالات ونشوفوا أهم وش جاء فيها هنا رحين نبدأ مباشرة في الوحدة وأهم الدروس باش نفهمكم وشنه هو إجراء المسح إذن عدنا هنا Reading Test What can you find in a newspaper كي نقرأوا الجرنان وش نلقوا فيه ماذا نجد ولا ما الذي تستطيع أن تجده في الجريدة تجري مسح للجريدة وش تقدر تلقى فيها نلقوا فيها أخبار عن حوادث أخبار رياضية أخبار ثقافية سياسية صحية إلى غيرها إذن هنا في Reading Test وهو رح يكون فرض في القرآن in a newspaper عدنا هنا القواعد عدنا Adverbs of manner عدنا Macau has 130,000 Internet users Survey هنا عنده 130,000 مستعمل في Internet وهو Macau هنا Surveying ما عندها الجرينا له مسح لهذا الشخص لقينا عنده 130,000 مستعمل في الإنترنت عدنا Reported Speech لهو صحفي يروح يدير Report لهو روبرتاج ولا تقرير صحفي رايحين تتعلموا فيها هذا الوحدة لحب يروح تخصص إعلام واتسال ولا صحفة رايح يعرف وش رح يكون في المجال الصحفي إذن هذه هي القاعدة الثالثة وش فيها ما فيهاش بزاف دوروس اللي هي أقصر وحدة عفوا في الكتاب وهنا عدنا الوحدة الأخيرة اللي راح تكون وحدة على بالي قريتوا عليها في السنة الثالثة متوسط رايحين تكملوها في الأولى ثانوي شفتوا الدوروس المتوسط مربوطة بالثانوي والثانوي مربوط بالجامعة إذن عدنا يونيت فور اللي هو بولوشن أند جلوبل وورنين بولوشن اللي هو التلوث أند جلوبل وورمين أيضا التلوث الطبيعي تلوث العالم والخطر الذي يهدد الكرة الأرضية رايحين نشوفوه في هذا الوحدة إذن عدنا جلوبل وورمين بفور ريدين راح الأستاذ يحط في المجال قبل ما تبدأ وتقرأ وعلى البولوشن عدنا غرين هاوس إفاكت ريدين تاست عدنا غلوبل وورمين غرين هاوس إفاكت ريدين تاست نمبر تو إن بوكابيول كويز عدنا بولوشن ريدين تاست ومبعد نروح للقواعد اللي هي كوز أن إفاكت هنا شوفوا عدنا بزاف الوحدة هذه راح يكون فيها بزاف قراءة لأن هذا التقنية هي التقنية المتابعة في جميع مواضيع الفروض والاختبارات لازم تعرف كيفاش تقرأ النص وكيفاش تكتشف الحلول تعتمارين التابعة للنص هنا راح يكون حول البولوشن كيفاش نوقفوه والغرين هاوس والمنزل الأخضر هو الحل انتع البولوشن هنا فقط تسمية للحل ما دلو اسم غرين هاوس وهنا القواعد بقو وقريناها في الثالثة متوسط وفي الرابعة متوسط راح نكملوها راح نشوفو وشنه هم الكون اوكي عدنا وعدنا هذو قاعدة ثلاثة قواعد راح تشوفوهم معايا بطبيعة الحال تبعوا معايا فقط وفعلوا الجرس كلما ننشر درس راح تشوفو هون بس تخلق بأبسط الأمور بعد عدنا في آخر الكتاب اللي هي الحوصة لنت وش قريته من كلمات جدد الشرح انتاحهم مع الكلمة والشرح انتاحها وشرح الفوكابولوري إذن هذا هو وش كاين في الكتاب بتاع السنة أولى الثانوي لجميع الشعب نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم وتستفادون تلاقو في فيديوهات قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه والله ولي التوفيق